سلمة مطلقة وعندها ثلاث أولاد أبو الأولاد رفض أنه يجي بص عليهم ولا حد يطمن عليهم لدرجة أنهما كانوا بيعادتهم لممتهم عشان أبوهم وحشهم حول سلمة ناتحنن قلب أبوهم عليهم وكتبت له عشان يخاطر تعرف أنهما في أزمة نفسية ومحتاجينه بس الأب استمر في عناده ورفض أنهما يسأل على أولاده ولا حد يشوفهم وفي يوم سلمة فتح صفحات الفيس لقى الصفحة الشيخ كان اسمه أبو إزازة وده كان سمو أبو إزازة لأنه هو بيروح المقابر ومعاه إزازة وبيجي عندنا مكان معين ويقولوا أن هنا في أسحار ويبدأوا يفحروا ويلقوا فعلا أسحار وأعمال معبولة الناس سلمة أردت تعليقات بتاعت الناس ولقيت أنهما بيشكروا فيه واللي بقولوا أنهما بيعمل معجزات وأنهما بيصلح ما بين الناس واللي بتقولوا أنه قدر يصلحني بيني وبينجوزي وهنا سلمة فتكرت أنهي محتاج الرجل ده أن يصلح ما بينها وبينجوزها ويرجعوا لولاده لقيت رقم واتصلت عليه الغريبة أنه هو رضع عليها من أول مرة وحكيت له سلمة على اللي بيعمله طالقها وأنه هو رفض أن يشوف أولاده وهنا شيخ أبو إزازة طلب حاجة غريبة قوي بدل ما يطلب منها صورة الزوج طلب منها صورتها هي وفتكرت سلمة بيديو كتشفته للشيخ دوت وهو بيطلع من أرموط أعمال وحست فعلا أنه هو إنسان بيفحم في شغلته وعشان كده ما ترددتش وراحت بعدها له صورتها لقيت الشيخ بيقول لها أيوة ده أنتم معملكوا أعمال بالفرقة وأنا لازم أجي البيت أقرأ لكم حاجات عشان أعرف مكان العمل بالزر سلمة رحبت بيه وحددت له المعاد بس باليوم اللي هو أجي فيه كلمة الجيران يكونوا موجودين عشان هي قادة لوحدها مع أولادها مفيش راجع وجيه الشيخ البيت وقعد يقرأ حاجات على أزازة مية بعد ما خلص قال لي سلمة والأولاد يشربوا منها بعد ما خلص قرية ميشي وبعد ما ميشي اتصل بسلمة وطلب منها الجواز سلمة تعجبت وقالت له جواز إيه ده أنا جا عايزيك تنجعني الجوزي وترجعه لأولاده قال لها على العموم أنا مش مستعجل فاتقرب راحتك والعجيبة أن سلمة مشاعرها تجاه الرجل ده واتغيرت لقيت نفسها بتحبه فجأة ولقيت نفسها بترفع السماعة وبتطلبه وبتقوله أن هي موافقة قال لها أنا هجيلك والمرضي سلمة ما جابتش حد معهم في البيت كانت هي لوحدها واستقبلته وقعد يقول كلام وفجأة هي ما حسيتش بنفسها ولما فقت سلمة وقالت نفسها في سريرها وجيخة بوازازة جنبها سلمة سرخت وقالت له إيه اللي حصل قال لها الطب ميني احنا تجوزنا خلاص غرج النادل من البيت وسبحها وهي بتصرخ وبتقول جواز إيه اللي من غير مأزون ولا حتى ورقة تنكتب ما بينها ولما حاولت تتصل بيه لقيته بتهرب منها وبدأ ميردش على مكالماتها سلمة كانت فاكرة الموضوع انتهى لغاية كده لغاية ما لقيت نفسها في يوم وعندها أعراض الحمل وقال لما كشفت الدكتور قال لها انت حامل قدرت سلمة توصل له وتهدده انها تفضحه باللي عمله وهو كمان هددها وقال لها لو ده تقطي وبتح تبقك أنا هفتح لك صفحة وحط فيها فيديوهات أنا مصورها لك وانت نايمة وانت حرة بقى رحت سلمة فتح صفحة على الفيس وعملت فيها كل شيء يبين الناس ويكشف حقيقة الراجل ده وقال انه هو مخادع وكذاب وإيه اللي عملوا معاه وهنا الشيخة بؤزازة فتح هو كمان صفحة بس خلها باسمها وعليها عنوانها وتليفونها وخط على فيديوهات غير لائقة وهنا سلمة ملقيتش حل معاها غير انها تلجأ للشرطة ولما قدمت بلاغ في المراجل الدجال ده جابوه واتحكم عليه اللي هي اتعرضت لها فالقضاء ما اتجهش لها خالص لان هي ما اتهمتوش بحاجة ياريت نعرف ان المصريين بينفقوا كل سنة اكتر من عشرات المليارات على الدجالين وان كان ابو ازازة مخدش منها فلوس ولكنه اخد منها حاجة اغلى من فلوس وفي الختام لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو واشوفك في الفيديو القادم مجرمة تانية سلام عليكم